وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 471 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 137 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 95 طن كما تم ضبط أكثر من 41 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و63 قضية خبز غير مطابق للمواصفات